نقطة كمان يمكن قبل بقى ما ندخل في أخبارنا ويعني بالتفصيل خاصة بالتعصب ظاهرة المذمومة في كل الملاعب مش بس عندنا في العالم كله الحقيقة إن شاء الله في ماتش يوم الجمعة بنوجه رسالة للعالم أن الكرة المصرية والرياضة في مصر خالية من التعصب وشفنا الحقيقة في الأيام الأخيرة تحركات جدة جدة من وزارة الشباب والرياضة ودكتور أشرف صبحي ورئيس طبعا المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام أستاذ كرم جبر كل الأسعاد بتشتغل كلها بتحارب ظاهرة التعصب بنحاول نقضي عليها بالذات قبل المباراة المهمة المرتقبة اللي احنا فيها زي ما بنقول وهنكرر محطة أنظار العالم أكيد إن شاء الله زي ما بقولك إن شاء الله المباراة تخرج في الشكل التنظيم الرائع وما يتبقى إن شاء الله هو مجهود اللاعبين في أرض الملعب بإذن الله ونشوف مباراة على مستوى فني عالي جدا